السلام عليكم نعم هل هناك خبر صحيح في كشف وجه الميت في القبر الرجل أن كان أمره لا في الحج فقط فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمر رأسه وهناك زيادة ولا وجهه إلا أن زيادة وجهه أيضا معلولة من النحية الحديثية لما مات الرجل أثناء هو لابس للإحرام قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبية ورد زيادة فيها شذود ولا وجهه هذا الخبر الذي في الباب فحسب فالأخبار كلها معلولة والله أعلم وفي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما قتل مصحب ابن عمير ما وجدوا له إلا شيئا إن غطوا رأسه بدأ رجلاه وإن غطوا رجلاه بدأ رأسه فمر النبي بتغطية رأسه وأن يجعلنا رجلاه شيء من الإزخير والله أعلم